السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة الإبداع والتميز أبدع واستمتع النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن الخطوط والنصوص بشكل عام فيه في المرة وازاي تعمل خط شكله جميل وازاي تتحكم في حركات الخطوط هنخش دلوقتي على البرنامج وندوس هنا على تايتل عشان ننزل اي نص هنا هوت هنسحب عادي الكلام وممكن نختار كمان لون تمام نخش هنا ونجيب color من بتاعنا تمام وليكن color ده تمام ونخلي الخط فوقيه تمام وبعدين نكتب هنا هوت وليكن مسلا اسم القناة وبعدين نديها لون ننكبر الخط شوية طيب هنا هوت في الخطوط تختار خط يكون شكله جميل طبعا انا في حلقة سابقة وردتكم ازاي ننزل الخطوط وازاي نركبها على البرامج هنختار هنا هوت خط اسمه كنت انا منزله طبعا اللي عايز يرجع للحلقة بتاعة الخطوط هيلاقي الرابط موجود دلوقتي يظهر عندك على الشاشة فوق على اليمين تمام اهو نختار الخط اف اف دوت وبعدين ندوس انتر تمام اهو زي ما تشايفين غير شكل الخط على اليمين من الخطوط الجميلة او انصحكم انتم تشوف الفيديو بتاع الخطوط تمام بعد ما حددت الخط واللون هنا هوت بنخش بقى على عشان نشوف الخيارات المتقدمة سواء للخط نفسه او للحركات تمام عندنا حكتين مهمين جدا هنا عندنا ازاي تشوف الخط والالوان والزلال وكل شيء وعندنا جنبها الانيميشن ازاي بيحرك النص اللي انت كد هنشوف الاولاني هنطلع فوق كده في اول حاجة ادي النص اللي انا كدبه بننزل تحتها الالايمنت يعني المحاذاة انت بتدوس هنا على اليمين هتلاقي على طول النص راح ناحية اليمين بتدوس على اليسار على اليسار زي ما انت شايف او في الوسط بيجي لك في الوسط وهكذا ده بالنسبة للالاينمنت ان انت بتحدد موقع النص على الشاشة بعد كده بتخش في وهنا في جزئية مهمة جدا الناس كتير بتغفر عنها احنا عندنا تلات انواع من يعني ازاي احط الالوان في النص هنا هوت عندنا تلات حاجات تمام اول حاجة التكستفيل العادي لون واحد بتختار اهو ازا ما انت شايف ممكن تختار مثلا لون سويد اهو انت بتختار لون واحد بس ده بالنسبة للتكستفيل في الحالة التانية اللي هي بتختار لونين وبيحصل زي اه تموج او ما بين الاتنين اه حركة كده في اللون بيحس ان يربط لك اللونين ببعض اه دي اللون الاولين هو ازرق والتاني ما الاخضر تقدر تقدر تغير ما بين اللونين بشكل جميل بحيس ان انت تدي بعد كده لاللون بتاعك بشكل حلو اهو نقدر تغير اللي احنا عايزينه تمام ده بالنسبة للتكستفيل بعدين تالت حاجة الامج فيل الامج يعني انت بتختار صورة اهو يعني تلاحز ان هو غير اللون لان انا كنت مختار صورة بتخش ان هو تختار صورة وتختار الالوان بتاعت الصورة دي هو بشكل تلقائي بياخد الالوان ويعمل لها تطبيق على النص اللي انا كتبه يعني نخش ان هوت نختار اي صورة من الصور بتاعتي مثلا اوكي ده اهو او المولت اوكي على طول خدلي الالوان اللي كانت في الصورة ويطبقها عندي على النص اللي انا كتبه طيب بعد كده بنخش بقى على الافكتس ان ان انت ازاي تحط مؤسرات هنا هوت قادة تختار المؤسر اللي يعجبك وتختار وتعمل خلاص بيتطبق عليه من ضمن المؤسرات انت بتحدث بتختار كمان يعني الازلال او الظلام اللي بيحصل ليه النص زي ما انت شايف هوتا تزود وتقلل حسب الشكل اللي يعجبك احنا مثلا نقلل شوية تمام والبلير هنا هوت يعني التموج اللي بيحصل او حتة الغشاوة اللي بتبقى موجودة على الصورة اهو تقدر برضو تتحكم فيها بعدين البوردر تشوف الحواف عايز حواف لون هاية تختار مسلا لها ابيض على سبيل المسال اهو زي ما انت شايف تغير لك الحواف كلها للابيض تختار تخير ما بين الالوان اهو يديك طبعا مؤسرات جميلة جدا في النص ده بالنسبة للتكست بوردر وبرضو تقدر تحدد فيه مادة الازلال اللي بيحصل فيه يعني تزود او تقلل في درجة الظلام بتاع الصورة بتاعتك اهو وبرضو تقدر تزود او تنقص البلير وبعدين بتاع البوردر اللي انت حطه تمام اهو انت كده بشوف تلاحظ ان البوردر بيزيد قوي وكده بيقل على الاخر تمام وبعدين فيه التكست شادو اللي هي الظل بتاع التكست تقدر تحط له ظل ويظهر بشكل جميل كأنه ثلاثي الابعاد هنا هود بتحدد اتجاه الظل زي ما انت شايفين هود الاتجاه الظل بيكون شوية نحية اليسار اللي جنبها هنا شوية نحية اليمين نخليها هنا مسلا عن يمين تمام وتختار كمان لون الظل لنفسه يعني ممكن تختار الكلر اللي بييجي عليه الظل تمام وتختار برضو الابستي الازلام بتاع الابستي اللي هو بتاع الظل بتاعك وبرضو البلير بتاعه وتحت بقى الديستانس اللي هي المسافة ما بين الظل وما بين الكلمة نفسها تقدر تحددهم مع بعض يعني لو جينا مسلا نختارنا لونين يكونوا قريبين من بعض شوية نختار هنا مسلا فوق في التكستفيل نختار مسلا اللون ده تمام وننزل تحت عشان نعمله زي كأنه سلاسي الابعاد نديله ظل غامق شوية تمام وهنا زي ما نشايف اهو بيعمل ظل خفيف تحتيه اهو ده بالنسبة بتاع التكست ده كل الخيارات اللي قدامنا تقدر تتحكم فيها وتطلع حاجات جميلة جدا كل واحد حسب رؤيته وحسب مدى قدراته الفنية في انه هو يتحكم في التكست والظلال بتاعته والبوردر بتاعه طيب بعد كده بنخش بقى في الانيميشن ودي بقى جزئية جميلة جدا فيها شغل حلو ان انت ازاي بيتحدد طريقة حركة النص قدامك على الشاشة طبعا الحركات دي كلها اهي سهلة جدا ان انت تقف وتدوس وتجيب الحركة اللي انت عايزها ولكن اللي انا بتكلم عنيه هنا هو ازاي تحدد بالزبط الحركة طريقتها وامتى تطلع وامتى تنتهي يعني لما تيجي تبص هنا هو هتلاقي الشريط متقسم الى ثلاث اجزاء هنا الكلمة اللي مكتوبة تمام وبيديك المسافة دي مسافة ظهور الكلام يعني لما تحرك كده اهو لحد العلامة دي كده كده خلاص الكلام مزهر بالكامل المسافة التانية اللي جوه اللي هي افتح شوية كده لفترة بقاء الكلام على الشاشة بعدين الجزء التالت هي فترة اختفاءه بيختفي في قدية ودي لازم تبقى فيهم طيب افرد انت عايزك الكلمة تظهر ببط اكتر بتسحب هنا وندوس كده من الاول اهو هتلاحظ ان الكلمة بتظهر بشكل ابطأ تمام طيب لو انت عايز تخلي الكلمة تظهر ولكن مش تختفي يعني تظهر وتفضل موجودة قدامك على الشاشة لو انت مثلا بتكتب كلام وعايز يفضل موجودة على الشاشة لو انت مثلا هتكتبها في نهاية الفيديو بتاعك ومش عايزه يختفي بتسحب هنا جزئية ديت اللي هي بتاعت الاختفاء واللي الاخر فايه اللي بيحصل هتلاقي ان الكلام ظهر وما اختفياش تاني يعني هنا وقتا دي الكلام بيظهر ومش هيختفي يفضل ثابت موجودة عندك على الشاشة عشان تحتفظ بالكلام دوت لو انت بتستخدمه في اكثر من فيديو هتختار هنا وقت حاجة اسمها safe as custom يعني انت بتسيف اللي انت عملته دوت كخط من ضمن الخطوط اللي موجودة عندك في المورة ومش هتحتاج تروح تبني او تعمل كل اللي احنا عملناه ده منجي فبتعمل safe وبيقول لك عايز تسميه ايه هنسميه مثلا باسم القناة نسميه مثلا ابدع ونقول اوكي وهنا اوكي ونروح نشوف الخطوط بتاعتنا تمام طبعا هنا هو تقادي الحركات اللي احنا عملناها الاول اهو كتب الكلمة وفضل واقف عليها زي ما اتفقنا طيب لو انت عايز تختاره من الخطوط بتروح هنا هو تمام وتختار اه دي الخط بتاعنا بتسحبه تنزل تحت اهو نشوفه اهو طبعا هو الخط بيجي لك بخلفية سودة تقدر انت تحط اي خلفية ده الخط اللي احنا عملناه النهاردة مع بعضينا عشان يزهر اكتر نروح على الميديا ونختار ونختار اي لون نحطه تحته عشان يزهر ويوضح لنا بالضبط الشكل الخط اللي احنا عملناه ده كانت رؤية سريعة للخطوط والنصوص وكيفية عمل حركات مخصصة للخط وكيفية تغيير اشكال الخط والوانه ارجو انتو تكونوا استفدتم بشرح النهاردة وما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله